مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أعرض الحوثيون مشاهد لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للجماعة عبر منصة X بعد ساعات من إعلان الميليشيا إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 ويظهر في مقطع الفيديو لحظة استهداف المسيرة الأمريكية ثم تظهر لقطات لما قال المتحدث في المقطع أنه حطام الطائرة بعد استهدافها وكان مسؤول دفاعي أمريكي قد قال أن طائرة من دون طيار تابع للقوات الجوية الأمريكية تحطمت في اليمن مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الحادث فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات إلى ذلك دع رئيس الحكومة أحمد بن مبارك الأحزاب والمكونات السياسية إلى ضرورة التماسك السياسي ووحدة الصف الوطني لمواجهة خطر ميليشيا الحوثي والعمل على استعادة الدولة جاء ذلك في اجتماع عقده مع ممثل عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية لاستعراض المستجدات الراهنة وقالت وكالة السبع الرسمية للأنباء أن بن مبارك أكد أن أولويات المرحلة الحالية أمام الحكومة تتلخص في مسارات أساسية هي تحقيق السلام الضامن لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد أعلن موظف شركة النفط بمحافظة شبوى الإضراب الشامل للمطالبة بتغيير قيادة الفرع نظرا للحالة السيئة التي وصل إليها فرع الشركة قال بيان نقابة موظفي وعمال شركة النفط في وقت سابق إن النقابة بدأت التصعيد في عملية الإضراب منذ 21 إبريل الجاري للمطالبة بتنفيذ مطالبها وصولا إلى الإضراب الشامل الذي بدأته اليوم وكان محافظ شبوى عبد بن الوزير أصدر قرارا بتغيير إدارة فرع الشركة عقب تعيينه محافظا للمحافظة حيث عين مستشاره أحمد الشامي مديرا للفرع قالت منظمة الصحة العالمية إن اليمن شهد خلال العام الماضي تسجيل أعلى معدل سنوي في حالات الحصب خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أضفت أنها سجلت 51500 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية عبرت المنظمة عن قلقها من ارتفاع حالة الإصابة في البلاد خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل أكثر الفئات عرضة للإصابة حيث تشير تقارير أممية إلى أن قرابة 27% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لم يتم تحصيلهم ضد هذا المرض حذر مركز الإنذار المبكر من الكوارث بمحافظة حضرموت من أمطار رعدية واضطراب مداري قد تشهده سقطرة وسواحل حضرموت والمهرى وشبوة منتصف الأسبوع الجاري أشار البيان إلى أن ذروة التأثيرات على أرخب سقطرة تبدأ اليوم حتى الخميس القادم وتمتد لتشمل أجزاء من سواحل محافظات المهرى وحضرموت البيان دع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطل الأمطار وعدم المجازفة في عبور الأودية والمنحدرات الجبلية واتباع إرشادات السلامة منبها المسافرين والسائقين من تدني مستوى الرؤية الأفقية وتشكل الضباب نهاية المجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة